قناة الجمهوري قناة كل الجمهوري بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الفاتح العظيم نحن بتاريخ اليوم دنين ثلاثة 2011 تم ضبط عدد شاحنتان بمجهودات رجال الأمن في منطقة صديتان من قبل الدوريات العاملة بهذه المنطقة من قبل رجال الأمن العام وتم ضبط هذه الحافلات خارج من ميناء الخمس البحري بتاريخ يوم أمس بتاريخ 1-3-2011 وتم اختفاها في المنطقة وتم ضبطهم بتاريخ اليوم من قبل الدوريات العاملة محملة بهذه السموم التي تنظر فيها أمامكم على الشاشة وهي حبوب الهلوسة الذي تم ترويجها وإدخالها إلى المنطقة متجهة من من الميناء الخمس إلى داخل منطقة إزليتان وممكن تم ترويجها إلى مناطق أخرى وإنما الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهدات الجبارة التي الذي بذلوها رجال الأمن بهذه المنطقة بمختلف الفئات والعمل التعاوني فيما بينهم تم ضبط هذه الشحنتين والذي كانت محملة إحداهما محملة بمواد صحية محملة بمواد صحية وبعد تم تفتيشها تم اكتشاف أن في بداية الحاوية توجد بها مواد صحية وخلفها الحبوب الهلوسة وهي موجودة أمامكم عملة تفتيش تنظروا فيها أمامكم أخواني المشاهدين حسب الشاشة وبالنسبة للشحنة الثانية أو الشاحنة الأخرى ومعبية بحبوب الهلوسة بالكامل هذه السبوب تم ترويجها من قبل ضعفاء النفوس وإعداد الفثنة داخل المجتمع وتدمير الجماهيرية العظمى وتدمير شباب الجماهيرية والتعاون مع الجبهة الخارجية لتدمير ثورتنا وتدمير بلدنا ولكن الحمد لله بفضل هذه المجهودات ومجهودات رجال الأمن والناس الذين لهم الحرص يتمتعون بالحرص على الثورة وعلى مكتسباتها والدفاع على الوطن تم ضبط هذه السموم وهي من الحبوب الهلوسة الخطيرة الذي كانت سببا في الأحداث الأخيرة التي شاهدها المواطن وسهدتها الجماهيرية بأكملها والوطن العرب بأكملها هذه الحبوب يعني أغلب البشر وأغلب الشباب وأغلب المواطنين وأغلب حتى رجال الأمن جل رجال الأمن لا يفقهون شيء ولا يعلمون بشيء عن هذه السموم هذه السموم أي شخص شفت عمية الإغراءة اللي موجودة فيها هذه السموم هي عبارة عن تجيال العلبة متاحة عليها صور صور للفواكه والفواكه وأي طفل أو شاب أو مواطن أو حتى رجل الأمن يعني ما مش تبعد حتى ترجع حتى رجال الأمن يجهلون هذه الجيدة تعطيها هذه الحبوب وممكن يتناولها بكل بساطة ولما يتناولها يقدم على أي عمل بسم الله الرحمن الرحيم هذه السموم والكميات التي تم ضبطها داخل منطقة تزليتا وهي متجهة من ميناء الخمس البحري وتم خروجها من ميناء الخمس البحري يوم أمس 1-3-2011 وتجهت إلى منطقة تزليتا وتم ضبطها داخل منطقة تزليتا وهي محملة بمواد الخزف والمواد الصحية وعندما تم تفتيشها كانت هذه الحاويات محملة بالحبوب والسموم التي زرحها أعداء الثورة من الخارج والداخل وتم عندما فتشت هذه الحاوية تم وجود الكميات هذه الحبوب الهولسة داخل هذه الحاوية ونحذر الأخوة المواطنين من هذه الحبوب وهذه السموم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سمعنا سمعنا اللقاء كله وعملية الضبط الكمية هذه من الأقراص وطبعا الأقراص هذه نوع تريمدول وهي تختلف بحجم العلبة وبحجم النوعية ومشكلة بعضة نكهات منها من نكهة الكرز إلى نكهات أخرى تعتبر عادية وهي تعتبر من مواد المهلوسة أو الأقراص المهلوسة وهذه كمية طبعا كمية ضخمة وليس كمية بسيطة تقدر حوالي قداش بالأحجام بالصنادي كما بلغ ما لي لا لا تقدر أحجامها هي حاليا والله شو بنقولك يعني حاوية 12 متر 12 متر الحاوية يعني وفاها كمية مش شوية من الأقراص هذه كمية مذهبة للعقل ومختارة بنكهات معناها نكهات فراولة وكرس يعني حسب الجرعة متاحة طبعا تقترف من بكه لبكه في اللي جراتها قوية وفي اللي جراتها ما يعرفهاش الأطفال هذه ما يعرفهاش أي حد حتى تحطها لها أنت في مكياطة ولا في قهوة أي حاجة حطها لها عادي ما يتمننش النكهة هي اللي بتغير المداقة متاحة لكن تأثيرها في الرأس أقوى من مداقة النكهة بلد سوعة ميت إن إنديان من الهند مصنوعة من الهند ونشكروا للعضاء كلهم والجهود المبدولة في سبيل القضاء على هذه الأفة الخطيرة اللي كانت حتى تضيع الشباب وكانت حتى تفسد هلب أجيال والحمد لله بفضل تعاون الأجهزة الأمنية تم القضاء على هذه كمية وافتكنا منها والحمد لله ننبه على السائقي الشاحنات والحاويات أن يتقدموا بشاحناتهم وبحاوياتهم لأقرب مركز شرطة أو نقطة أمن أو نقطة تفتيش لتأكدوا من سلامة المواد التي تم تحميلها من ميناء الخمس وخرجوا بها من ميناء الخمس لأن هذه السموم تم خروجها من ميناء الخمس بتاريخ واحد ثلاثة اللي هو يوم أمس وأكيد يعني في حاويات أخرى خرجت معها وما تمش ضبطها فلهذا النبع فلهذا العملية يجب على كل سائق تم شحن شاحنتها من ميناء الخمس والخروج بها يجب عليه أن يتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو نقطة تفتيش أو نقطة أمنية لتم تفتيش الحمولة اللي هو محملها والتأكد من سلامتها وأكيد يعني فيه عدد عبوات أخرى ماشى في حاويات أخرى ونطب حتى كذلك أمر من جميع أن يقاض التفتيش يسلط الضوء على هذه الشاحنات والحاويات والتأكد منهم حتى يتم ضبط جميع كل الكمية التي تم خروجها من ميناء الخمس أو من أي ميناء بحري آخر الله ومعمر وليبيا وبس الله ومعمر وليبيا وبس الله ومعمر وليبيا وبس الله ومعمر وليبيا وبس أنا لسم أحمد عمر الشكري طلعنا أمس من الميناء العشية المغرب وسيقر الشاحن طبعا طلعنا اليوم قال المخلص ماتتضعوش الا ناكلمكم جي الساعة عشرة ولاك قل لي تعالى اطلع طلعت وين سلت البوابة ومسكتين البوابة قل لي شو معبي قلت له مش عارف طبع المنع مش بعش معبية مكرش مية من بره فتصلت بالتاجر قلت له شو معبية قال لي معبية مكياج متاع نساي اي مكياج نساي كلمت جماعة البوابة قلت له مكياج نساي شوي جاي ولا الجماعة الامن فتحوها قوفها المحبوب السمو منذ فالأول بدايتها مش حبوب هي بدايتها لأني السيارة تانية دي كلها من البداية سموه هي كلها حبوب لكن السيارة التانية اللي معاي بدايتها لو ان دنيات انت عتواجه ومش عارف عيواء وبعد تالي طلعت من داخل من داخل حبوب هو سموه وانت توب كونك شاهد شن تنصح بخوتك اللي عندهم شاحنات زي كيك يخدموا عالنقل والله ننصح بخوتك انهم يفتشوا قبل لي يطرب سياراتهم صراحة الحق يعني هاي وتأكدوا من حمرتهم قبل بقى تالي يطلع به طلعنا في العمل في الميناء امس يوم موحد ثلاثة امس وعطونا وراغنا فهمتوا والله خشنا بين الميناء الميناء داخل جان المصرح فهمتوا والله عبانا للحاويات ميناء الخمس البحري عبانا للحاويات وجينا طلعين بين طلعنا بين درسنا في حشاننا يعني امس وقالنا ما تجوش لاند ساعة تسعة اليوم الصباح طبعا المصرح هذا جينا الساعة انا ودي جيت الساعة من كن الساعة واحد الساعة واحد الواحد ومصر جيت لعند البوابة وصلت البوابة طبعا جاء اللمان والفراد بوابة قالوا فتشوا فتشوا طلعوا فيها الحضان فهمتوا والله من المواد منزلية دي مواد صحية مواد صحية سراميك سراميك مواد صحية طلعوا منها المواد الصحية بعض المواد الصحية القوصة نضيق فهمتوا والله من سكرات يعني قال الله ان شني قالوا الحبوب هلوسة طبعا مش عارف علينا شي يعني شو شدونا في بوابة فهمتوا والله بارك الله فيهم الشباب مش مكسرين معنا مش مكسرين معنا فهمتوا والله إلا غلطوا فينا ولأكلمونا فهمتوا والبرك الله فيهم ومندعي كل أخواني السواقين فهمتوا والله الليندر السيارة فهمتوا والله يطلع بها فهمتوا والله JAMES يعني الناس يعني لا يعنز كيف يكشفها هي طبعا لانه من كرشم من الميناء ممنوع عليه السواق يعني انا يطلع بها للن هالك يفتح الكرشم يعني السواق ما بيوصل فيه شي يعني حتى هنالك يعني يعني موصل فينا شيء وجدنا دراسنا سياراتنا وجابونا اللي زليطاً ومفيس مشكلة يعني عندها سيارة مدرسة نقول لها فأنتي ولا حاوي تهباء لي النقطة فأنتي ولا يفتشوا لها هاي الطبيب سعدون عبدالله الفيتوري أخي الصايا طبيب أسرة بمنطقة زليثا نود نلفت انتباهكم لبعض الأدوية اللي تم ضبطها وهي عبارة عن مواد مسكنة ومخذرة الألام اللي هي مادة الترامدول هيدروكلورايد طبعاً هذه المادة تخدم على الجهاز العصبي المركزي ومادة تعطى عن طريق الأطباء قبل العمليات المصغرة والعمليات الكبيرة وبعد العمليات فقط ولا يتم تدولها يعني في الصيدريات الخاصة والعامة إلا بوصفة دقيقة من أطباء أخصائيين في العصاب أو كذا لكن تمنع طبعاً منع باتاً حتى أمنة الصحة للشعبية للصحة تمنع تدولها حتى يعني الموجود عندنا في الصحة كلها عن طريق إبر 50 ميلي جرام 100 ميلي جرام وليست حبوب يعني على هيئة حين طبعاً المواد اللي قدامي في اللي مكتوب عليها صنحة يعني مستوردة عن طريق الهند وفيه لمجهولة الصناعة بجرع من 225 و 200 و 100 ميلي جرام وفيه بعض طبعاً حتى بالنكهات تقريباً بالنكهات الفراولة موجودة هذا طبعاً بالنكهات هذا بنكهة الفراولة هذا الثاني 200 ميلي جرام طبعاً هذا مكتوب عليه صناعة هندية اللي بكوية أزرق هذا لون الحبة حمرة هذا من نكهة الفراولة طبعاً هنا نفس اللون هذا طبعاً مجهول الصنع بجرع مختلفة تبدأ من 100 إلى 200 إلى 225 إن شاء الله ربي يستر على شابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر